أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وسفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه يبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وسفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه يبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وسفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يبارك وصلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه يذل المطفقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا صواء عليهم أنظرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون كتم الله على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم قصاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يسعرون في قلوبهم مرض فسادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يسعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمنوا كما آمن الصفهاء ولا إنهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى سياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تقيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت في دارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقظ نارا فلما أضاءت ما حوله ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات الله يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعدوا برق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أذر الموت والله محيط بالكافرين يكادوا برق يكتبوا بصورهم كل ما أضاء لهم مصوفهم وإذا أظلم عليه مقام ولوساء الله لذعب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ وَالَّذِيَ خَلَقُكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي دَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَوَسًا وَالصَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنْصَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَالصَّمَاءِ مَاءً فَأَقْرَضَ بِهِ مِنَ السَّمَرَوْتِ لِسَقَلَّكُمْ فَلَا تَذَعَلُوا لِلَّهِ أَنْظَتَهُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رِيبٍ مِمَّا نَسَّلْنَا عَلَى عَبِّنَا عَلَى عَبِّنَا فَأَتُوا بِسُونَةٍ مِّنْ مِسْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوذُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلِ الصَّارِعَةِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنَهَارٌ كلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ صَمَرَةِ الرِّزَقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبُلُوا وَغْتُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْغَلُوا مُتَهْرُوتُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَسَلًا مَا بَعْضُفًا فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُوا فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ لَعَقُّ مِنْ رَّبِّهِ وَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلًا يُذِلُّ مِهِ كَسِيرا وَيَهْدِي بِهِ كَسِيرا وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويبسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه تردعون هو الذي يقلق لكم ما في الأرض دميعا ثم استوى إلى السماء وصواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال ربك للملائكة إني داعلهم في الأرض خليفا قالوا أتنعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبيوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن كنت العليم العكيم قال يا أضمع بهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب الصماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قال ربك للملائكة إني داعل في الأرض خليفا قالوا أتنعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبيوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فقال ألم أقل لكم إني أعلم غيب الصماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة سجدوا لآدم فصددوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وثودك الجنة وكلا منها رفضنا حيث سئتما ولا تقربا هذه الصدرة فتكونا من الظالمين فأزلهم السيطان عنها فأخردهما مما كان فيه وقلنا اهبتوا بعذكم لباد عذوب ولكم في الواج مستقر ومطاعون إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فطاب عليه إنه هو التغاب الرحيم قلنا اهبتوا منها دميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن سمع هدايا فلا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقوا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتنوا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاطقون ولا تلبسوا الأقوى بالباطل وتكتموا الأقوى وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الواكعين أتأمرون الناس بالدرية تنصان أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه الواجعون يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واطلقوا يوم الله تجسي نفسنا عن نفس سيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نديناكم من أهل فرعان يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذا فرقنا بكم البحر فأمضيناكم أغرقنا أهل فرعان وأنتم تنظرون وإذ بوعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذا قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خيروا لكم عند بارئكم فطاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله زهرة فأخذتكم الصالكة وأنتم تنظرون ثم بعصناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم القمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوة كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم ركدا وقودوا ركدا فاكلوا منها حيث شئتم ركدا فقلنا اضرب من عصاك لحذارا فانفضرت من عشرة عشرة عينا قد علم كل ناس ما اسربهم كلوا واسربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يقرض لنا مما تمت الأرض من بقلها وقصائها وقصائها وفومها وعدسها وبصنها ولا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بعضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله ليملاك وعمل صالعا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وإذا قلنا من صاقكم رفعنا فوقكم الطور كذوا ما آتيناكم مقوت واذكروا ما فيه لعلكم تطاقون ثم توليتم من بعد ذلك فلا ولا فضل الله عليكم ورحمته ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقل علمتم الذين اعتدوا منكم باستبد فقلنا لهم كونوا قرضة خاسئين فاجعل الله نكارا لما بين يديها وما خلفها وما حضة للمتاقين وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمرك من تذبحوا مقرى قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبيل لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فائد ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قال دع لنا ربك يبيل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين قال دع لنا ربك يبيل لنا ما هي إن المقرة صافها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة الله قال إنها بقرة صفراء وإذا قتلتم نفسا فاضع رؤتم فيها قال الله مقرد ما كنتم تكتمون فاقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله المات ويريك ما يتلعلكم تعاقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجارة وشد قصواها وإن من الحجارة لما يتفذر منه الأنهار وإن منها لما يستقبق فيقض منه الماء وإن منها لما يهبت من قسية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله كلام الله ثم يعرفونه من بعد معاقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلوا إلى سياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلا بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحذسونهم بما فتح الله عليكم ليوحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم لا يذنون فويدوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا هذا من عند الله ليستروا به ثمنا قليلا فويدوا لهم مما كتبت أيديهم وويدوا لهم مما يكسبون وقالوا لن تمصنا النار إلا أياما معذوذا ولأتفت من عند الله أهدا فلن يكرف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب صيئة وأحاطت به قطيئته فأولئك صعاب النار هم فيها قالدون والذين آمنوا وآمل الصانعة أولئك صعاب الجنة هم فيها قالدون وإذا أخذنا من صاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالبالدين أحسانا وذي القربا واليتاما والمساكين والمساكين وقولوا للناس حسن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا من صاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخردون أنفسكم من دياركم أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخردون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون تظاهرون عليهم من الإسم والعذوان وإن يأتوكم أسانا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب يتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا كذي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العظام وما الله بغافذ عما تعملون أولئك الذين اشتروا لحياة الدنيا بالآخرة فلا يقفف عنهم العذب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده بالرسول وآتينا عيسى بن مريم البينات ويطناه بروح القدوس أفكلما جاءكم رسولهم بما لا تهوى أنفسكم مستكبرتهم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا بولف بلعنهم الله بكفرهم فقالي لما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفسحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين بإسم استروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنثر الله بما أنثر الله بقيا أن ينسر الله من فضله على من يساء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنثر الله قالوا نؤمن بما أنثر علينا ويكفرون ويكفرون بما وراءه وهو لعكم صدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد زاءكم موسى بالبينات هم اتخذتم العجل من بعده من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا من ساقكم رفعنا فاقكم الضور كذوا ما آتيناكم بقوة واسمعون قالوا سمعنا وعصينا وأسدبوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآكرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنهم أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتقبلت لذين أنهم أعرس الناس على حياها ومن الذين أسدقوا يودوا أحدهم لن يعمروا لنفسناها وما هو بموسى حزيحه من العذاب عن يعمر والله مصير بما يعملون قل بأن كان عدوا لجبريل فإنه نسترى على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبسرى للمؤمنين بأن كان عدوا لله وملائكته رسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنظم لا إليك آيات بينات وما يكبر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم والأكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين نعطي الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس الصغر وما أنزل على الملكين بباب الهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكبر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرأ وصوجيه وما هم بغارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يدرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشترهما له بلا خرث من خلاق ولبئس ما تروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو اللهم آمن اتقى لمصوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ورى المسركين أي نصر عليكم من خير من ربكم والله يكتص برحمته من يساء والله ذو الفضل العظيم ما ننصخ من آيتنا وننصها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبضى للكفر بالإيمان فقد ظل صواء الصبيل رب كثير من أهل الكتاب لبيردونكم من بعد إيمانكم كفارا حصدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا أصبحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير فجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير أقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وتههوا لله وهو محسن فله أدره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصار على سيء وقالت النصار ليست اليهود على سيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يكتلفون ومن أظلم ممن منع مصادل الله يذكر فيه اسمه وصعى في قرابها أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا كذن ولهم في الأكلة عذاب عظيم ولله المسرق والمغرب فأينما تولوا فصمده الله إن الله باسع عليم وقالوا اتخذ الله لذن سبحانه بله ما في السماوات والأرض كل الله قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون الله لا يكلمون الله وتأتينا آيا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تصاب هذا قلوبهم قد بينا الآية لقوم يوقنون إنا أرسلناك بن عقب صيرا ونظيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى تتبع ملتهم قل إن هدى الله ولو هدى وعلى إن اتبعت أهواءهم بعد الذي داءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتينهم الكتاب يطلونهم عقب تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين واطلقوا يا من لا تدسي نفس عن نفس سيء عن نفس سيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها صفاة ولا صفاة ولا هم ينصرون وإذا بطل إبراهيم ربهم بكلمات فأتمهن قال إني جعدك الناس إباما قالوا من ذرتي قال لا يلال الأهد الظالمين وإذا دعنا البيت مصابة للناس وأمنا فاتركذوا من مقوم إبراهيم مصلى وعالنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت للطائفين أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذا قال إبراهيم ربنا على هذا بلدا آمنا ورزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله وليم الأخير قالوا من كفر فهمتله قليلا ثم للضر إلى أذهب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ودعنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة الله وعرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت الضواب روحيم ربنا وابعث بهم رسولا منهم يطلل عليهم آياته وآياتك ويحلمهم الكتاب والحكمة وسكيههم إنك أنت العزيز العكيم ومن يرغب عملة إبراهيم إلا من صفي نفسه ولقد اصطفينه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذا قال له ربه أسلم قال أسلم طي رب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذا حضر ياقوب الموت إذا قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبدينك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسعاك إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتهم ولا تسألون عما كانوا يعملون أقالوا كونه ذنى ونصارى تهتبوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل ليلين وما أنزل إلى إبراهيم إلى إبراهيم وإسماعيل وإسعاك وياقوب والأصبات وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربين لا نفرق بين أعظم منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقلهتها وإن تولوا فإنما عاك فإنما هم في شقاك فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم سبقة الله ومن أحسن من الله سبقة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا لكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسعاك وياقوب والأصبات والأصبات كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلمها من الله ومن أظلم ممن كتم سعادة عنده من الله وما الله بقافذ عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت عليكم ما كسبتهم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم